بسم الله الرحمن الرحيم معكم دكتور عبدالله التركاوي طبيب التخصص إلاج آلام حاليا في جامعة ستانفورد في الولايات والتحدة الأمريكية اليوم إن شاء الله راح أعطيكم محاضرة عن آلام أسفل الظهر المزمن هذه المحاضرة أبداً أنا ما قصدي منها أني أصف علاج معين لأي مريض هي عبارة عن محاضرة معلومات عامة لتثقيف المريض ولتثقيف المجتمع عن آلام الظهر كيف تجنبها كيف علاجها لكن في نهاية المطاف كل مريض لابد أنه يذهب للطبيب المختص حتى يشخص لها الألم بالشكل الصحيح ويصف العلاج بالشكل الصحيح إن شاء الله طبعاً أنا أعتذر الشرائح مكتوبة باللغة الإنجليزية لكن إن شاء الله رحها والقدر الأمكان وأشرحها باللغة العربية هدفي بنهايتين محاضرة إن شاء الله إنه نستوعب حجم المشكلة مشكلة آلام الظهر المزمنة ويكون لدى المستمع بعض الإطلاع عن أسباب هذه المشكلة ومتى لازم أن نذهب للطبيب المختص وما هي أنواع العلاجات المتعفرة حالياً والأهم من هذا كله كيف نتجنب حدوث آلام وزمنة في أسماء الظهر وكيف نحافظ على صحة الظهر أنا عطيت المحاضرة هذه أول أمس في أحد مراكز الجالية عندنا في منطقة البي إيريا في كاليفورنيا وأنا عادة لما بأطي محاضرة بحب أني أسأل الحضور بعض الأسئلة بس حتى نعرف حجم المشكلة في هذا المكان فسألتهم عدة أسئلة كان هذا السؤال الأول إنه كم من الحضور عنده حالياً آلام أسمر للظهر مزمنة تعريف مزمنة أكثر من ثلاث شهور مستمر سواء عنده آلام حالي أو في السابق فخمسة وستين بالمية طبعاً الحضور كانوا بحدود المية واللي جاوبوا على الأسئلة بحدود خمسة وعشرين فخمسة وستين بالمية أجابوا نعم عندهم آلام مزمنة في أسفل الظهر فخمسة وثلاثين بالمية أجابوا لا بعدين سألتهم كم من الموجودين واللي عندهم آلام أسفل الظهر عملوا عملية جراحية لآلام الظهر فكان 14% جاوبوا نعم و64% جاوبوا لا وبعدين سألتهم من الموجودين مين منهم سمع أو بيعرف بوجود طبيب متخصص في علاج الآلام ثلاث أرباع الحضور ما سمعوا بهذا التخصص أو بهذا الطبيب اللي هو تخصص علاج آلام مزمن وطبعا مثل ما ذكرت هذه الاستبيان في منطقة في كاليفورنيا وقد لا يكون منطبق على أماكن أخرى من العالم يعني إذا كان ثلاث الأرباع الموجودين هنا ما سمعوا في هذا التخصص فاحتمال يكون هذا الرقم أعلى في أماكن أخرى خليني أحكي لكم شوية عن حجم المشكلة وكم هي منتشرة في أمريكا المقدر تقريبا أنه عندنا بحدود المئة مليون مريض أو شخص عندهم مشكلة في آلام أسفل الظهر فعذا الرقم تخيل حجم المشكلة أنك أنت أو أنت لو جمعت أمراض القلب مع أمراض السكر مع السرطان جمعتم كلهم مع بعض يبقى رقم الناس اللي عندهم آلام مزمة في أسفل الظهر أعلى من أرقام كل المجتمع السابقة تحديدا آلام الظهر بشكل عام في الولايات المتحدة تقريبا أكثر من 600 بليون دولار تصرف بشكل سنوي على مشكلة الآلام المزمنة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتقريبا 80% من الناس في مرحل مراحل ممكن يكون يجيهم آلام مزمنة في أسفل الظهر هذا الجدول بقارن بين عام 1990 وعام 2007 وعام 2017 السطر الأول هو عبارة عن prevalence prevalence يعني نسبة وجود المرض هذا في النساء فكان ترتيب آلام أسفل الظهر رقم 16 من ناحية نسبة الوجود يعني في أمراض أكثر انتشارا من آلام أسفل الظهر وتقريبا ترتيب مشابه في الرجال لكن المهم هنا نشوف اللي هو هذا الشيء اللي هو السنوات اللي عاش هالشخص مع إعاقة مع آلام فكان الرقم الأول بكل السنوات المستوى الثلاثين سنة الأخيرة أنا مسؤول الظهر هي الرقم واحد المسبب لسنوات يعيش هالمريض بإعاقة فإذن حجم المشكلة فعلا كبير ومثل ما نلاحظ أنه حتى على مدى الثلاثين السنة الأخيرة بالرغم من تطور العلم من تطور الطب والأدوية والعلاجات والجراحة إلى ما زال آلام أسفل الظهر تشكل المشكلة رقم واحد عندما نتكلم عن الإعاقة في مثل معظم الدراسات عندي هنا من أمريكا فتقريبا في عندي دراسة تقول حوالي 8% من السكان عانوا أو يعانون من آلام شديدة حين نتكلم عن آلام شديدة ما نتكلم بس عن آلام أسفل الظهر هناك تقسيمة مهمة لآلام أسفل الظهر ومهمة أن نعرفها متى نسمي الآلم مزمن؟ بشكل عام لدينا آلام حاد وهو لحد شهر وهو بين الحاد والمزمن وهو أكثر من شهر لكن أقل من ثلاث شهور ولما تتعدى مدة الآلام ثلاث شهور نسميه آلام مزمن وهذا التعريف صحيح مو بس لآلام أسفل الظهر لكل الآلام المزمنة طبعا رغم كل اللي حكيته لكن من الأشياء المهمة أنه نعرفها أنه غالبية آلام أسفل الظهر حوالي 80% من آلام أسفل الظهر تشفى يعني حتى لو تركناها خلال شهر وحوالي 90% خلال ثلاث شهر الآن سأعطيكم شوي تشريح عن الظهر حتى نفهم من وين تجيها الآلام هاي وكيف نعالجها طبعا العمود الفقري مكون من فقرات مثل ما نعرف اسمه عمود فقري إنه مكون من فقرات فهذه الفقرات الفقرات هو العظم وبين الفقرات في عنا الغضروف أو اللي هو الدسك في عنا الحبل الشوكي اللي هو يمشي بتجويف في آخر العمود الفقري ويطلع من الحبل الشوكي أعصاب بالجهتين يمين ويسار من فتحة نسميها الترانسفيرس فورامينة عندنا هنا كمان مفاصل تربط الفقرة بالفقرة في المفاصل فاللي حافظ على ثبات العمود الفقري وشكله وتوازنه هو الغضروف والمفاصل كل الوزن والحركة لو نفكر فيها على الغضروف والمفاصل وبنهاية الحبل الشوكي في الأخير بعد ما تطلع العصاب في عنا مجموعة من العصاب بشكل كبير تطلع في النهاية اسمها الكودا إكونا مثل ضيل الحصان مثل ما حكيت اللي حافظ على التوازن والشكل هو واللي يمسك الفقرات مع بعض اللي هو مفاصل الفاسد جوينت بيسموه والغضاريف وفيه طبعا أربطة تربط الغضاريف مع بعض بشكل عام العمود الفقري يقسم لأربع أقسام رئيسية فيه فقرات العنق فيه فقرات الظهر وفيه فقرات أسفل الظهر أو تحت الفقرات الأسعصية نحن نتكلم عن فقرات أسفل الظهر أو أعلام أسفل الظهر نحن نتكلم عن المنطقة هذه اللي فيها خمس فقرات في النهاية قبل الفقرات الأسعصية نحن نتكلم عن أسباب أعلام أسفل الظهر طبعا ثمانين بالمئة من الأسباب غير معروفة للأسعص يعني تروح على الطبيب ما فيه سبب واضح ليش عندنا في ألم ورح تكلم بالشريحة اللي بعدها عن الأسباب الواضحة طبعا قصة المرضية عادة بيجينا المريض بيقول أنا مثلا شلت حاجة ثقيلة أو حركت مثلا جسم ثقيل وفجأة حسيت طق ظهري أو يعني صار عندي ألم شديد بأسفل الظهر طبعا غالبا هذا النوع من الألم هو عبارة عن تمزق حصل بالأربطة أو بالأعضلات صحيح أنه ثمانين بالمئة من الألام اللي يشوفها بهذا الشكل لكن الخبر الجيد بالموضوع أنه هذا الثمانين بالمئة بشكل عام ما تحتاج إلى فحوصات أو أشعة وأشياء يعني معقدة بينما العشرين بالمئة اللي الباقية نقسمها حوالي ثمنتعش بالمئة لأسباب ميكانيكل اللي هي مثلا عندنا هنا مرض في الغضروف انزلاق غضروفي اللي هو عندنا أيضا الستينوسوس التضيق على القناة الحبل الشوكي الكسور في الفقرات الآلام المفاصل الفقرات الفاسد جوينت اللي هي أنها هي بشكل حوالي ثمنتعش بالمئة هي نسميها ميكانيكل وهي تحتاج علاج بشكل قليل حدود ثنين بالمئة أو أقل أحياناً بيكون في لا قدر الله سرطان يعني راح إلى عظم الفقرات أو التهاف الفقرات أو مثلا آلام من البطن بس عم بتسمع على أصفل الظعر طبعاً لما نجي هنا نتكلم مثلاً عن آلام الغضروف مثلاً هذا هو الغضروف لما الآن راح أتكلم عنه كيف لما نكبر الشخص بالعمر بيصير في تحلل بهذا الغضروف وأحياناً إنزلاق فبيضغط على الأعصاب اللي طالما تجهتين مرة ثانية هذا مقطع عرضي إحنا في الفقرات هذا الحبل الشوكي وهذه الأعصاب يمين ويسار بالجهتين أحياناً تضغط على العصب هنا وتسبب لنا آلام في أسفل الظهر وأحياناً الأعلام تذهب للقدم أحياناً مثلاً بيتضخم عنا الرباط اللي موجود هنا اللي غامنتم فلافم وبيضغط أحداً من الجهة الثانية وأحياناً يتضغط من الجهتين من جهة الديسك ومن جهة الرباط أحياناً يصير عنا كسر بالفقرات أحياناً تنزل أحد الفقرات فوق الفقرة اللي أسفل منها أيضاً هذا من أسباب آلام أسفل الظهر وأحياناً بيجينا مريض يكون عنده أكثر من مشكلة يعني في عنده انزلاق بالغضروف في كسر في الفقرة في تضخم بالرباط أحياناً التهاب المفاصل هذا المفاصل هاي المفاصل اللي تربط الفقرة مع اللي فوقها أحياناً أيضاً تلتهب هذه أيضاً صورة بتلخص الكلام اللي قلته مثلاً هنا كسر بالفقرة انزلاق الظروفي وأحياناً الآلام تكون بسبب سرطان بالفقرات أو التهاب بالغضروف أو التهاب بالعظم في عنا أحد الأمراض اللي هو مرض الغضروف اللي هو بسمه طبعاً اللي يحصل أنه مع الزمن كل الحركة العمود الفقري هي يعني تأتي بتسبب احتكاك بالغضروف مع الزمن ومع تقدم العمور هذا الغضروف والمواد السائلة اللي فيه بتخليه رطب وتخليه المكان بتحرق بالشكل السلس شوي شوي تتآكل بصير أنه تآكل بالغضروف وممكن شوي شوي تتلاشى المادة الغضروفية وتصير عنا مشاكل بسبب الغضروف أحياناً تتطور الأمور والغضروف هذا بينزلق ينزلق على يضغط على التجويف اللي فيه الحبل الشوكي أو يضغط على الأعصاب اللي طالع من الحبل الشوكي وهو هذا الأغلب لأنه احنا أصلاً بالفقرات أسفل الظهر هاي المنطقة بيكون انتهى الحبل الشوكي بس في عنا ذلك الحصان اللي نازل بالفقرات السفلة وفيه الأعصاب اللي طالع من الطرفين فأي ضغط من الغضروف المنزلق على هاي الأعصاب رح يسبب لنا ألم وممكن أكثر من هيك بيسبب لنا أحياناً ضعف مشان هيك بيسموه أحياناً حاجة بيسموها بالعربي أرق النسا أو السياتيكا بالانجليزي اللي هو ألم شديد مثل الضب لسعلة الكهرباء بيحسوا المريض من أسفل الظهر بيروح على القدم ممكن بيحسوا المريض بخلف الفخد أو خارج الفخد لكن بيحسوا أنه في شيء ينزل ألم مثل لسعة الكهرباء هيك أو أحياناً مثل الحرق وأحياناً بيكون المريض بيشتكي أيضاً من تنميل في الأطراف وضعف في العضلات هذا بسبب غالباً التضيق أو الضغط على العصاب مثل ما حكيت التهاب المفاصل اللي هو الأستوارثرايتس وأحياناً بيكون المريض أكثر من مفصل عنده في التهاب مفاصل مثلاً مفصل للركبة مفصل الكتف ويصير عندهم أيضاً التهابات بالفاسك جويند وتسبب آلان في الظهر أحياناً مثل ما حكيت يكون أكثر من حاجة مع بعض تسبب التضيق بالقناة وسواءً بالدسك منزلق أو عظام النامية الجديدة بسبب الالتهام وكلها تسبب تضيق بالقناة وتسبب آلان لكن المهم ذكره هنا أنه أنا الآن لو أخدت مجموعة من الناس وصورت لهم الظهر سواء تصوير أشعة مقطعية أو أشعة مغناطيسية نسبة كبيرة منهم رح يكون عندهم تغييرات نشوفها بالأشعة بس مو بالضرورة أنه يكون عندهم آلام لذلك إحنا دائماً نقول أنه إحنا بنعالج الشكوى طبعاً المريض وليس الأشعة يعني ممكن أن يكون عندك أشعة طالع فيها كثير مشاكل بس مو بالضروري أنه تكون عندك علامات بعض العوامل الخطورة المسببة لآلام الظهر نتكلم عنها أولاً تقدم العمر طبعاً هذا شيء لا يمكن تجنبه لكن نحن نتكلم عنه تقدم العمر ممكن يسبب إبناه حشاشة عظام حشاشة عظام ممكن تسبب كسر بالفقرات وتسبب صعوبة بالالتحام الكسر أو صعوبة بالالتحام بعد التدخل الجراحي أيضاً الدسك الغضروف يتآكل مع تقادم العمر وممكن يصير عنا التهابات المفاصل في الظهر وتضيق القناة قناة الحبل الشوكي مثل ما حكيت أمر آخر وهو موضوع الناس اللي عندهم ما يلعبوا تمارين رياضية وفي عندهم خمول ودائماً جالسين هذا الشيء بيأثر بيعملنا ضعف بعضلات الظهر وضعف بعضلات البطن فدائماً إحنا لازم نقوي هذه العضلات حتى نساعد العمود الفقري بأنه يشيل حمل الجسم يعني أنت عندما تضعف العضلات صار الحمل كله على العمود الفقري أيضاً الناس اللي يكونوا مثلاً خاملين طول الأسبوع سواء بسبب العمال أو بأي سبب كان ويأتي على آخر الأسبوع فجأة بيروحوا على النادي أو بيطلعوا مثلاً يعملوا تمارين مرهقة هذول ممكن يتعبوا العضلات ويسبب تمزقاته بالأربطة والعضلات الحمل الحمل معروف أنه معظم الحوامل بنهاية الحمل حتى بعد الحمل يكون عندهم آلام بأسفل الظهر وهذا الشيء بسبب الحمل الزايد والضغط على أسفل الظهر غالب هاي الآلام تستخدمها كم أسبوع بعد الولادة الوزن الزايد طبعاً هذا الموضوع ما بده حدا يشرحه وزن زايد أنت عم تحمله على الفقرات عم تحمله على الظهر فمهم جداً أنه ننتبه لأوزاننا وأحنا بعمر نستطيع أنه ننزل وزننا قبل ما نوصل لمرحلة ما نستطيع أنه نسيطر على الوزن الزايد عوامل وراثية بعض الأمراض مثل مرض اسمه تصير مثل ملتحمة الفقرات مع بعض العوامل الخاصة بطبيعة العمل الناس اللي بيشتغلوا أعمال تطلب منهم حمل أوزان ثقيلة أو دفع أوزان ثقيلة أو جر أوزان ثقيلة الوزد الثقيل هذا بحد ذاته مشكلة لكن ليس فقط حتى الناس اللي جاسين على المكتب لفترة طويلة ومع بيشيلوا شيء كمان هذه مشكلة لأن الجلسة الطويلة هذه وراء المكتب ممكن تسبب آلام بأسفل الطهر فمن المهم للناس اللي جاسين على المكتب يهتموا بارتفاع الشاشة الكمبيوتر مثلاً يهتموا بالكرسي اللي هما جاسين عليه ورح أتكلم عن هذا بآخر المحاضرة عوامل نفسية الناس اللي عندهم توتر دائماً الناس اللي عندهم اكتئاب اللي عندهم ضغوطات نفسية شديدة ممكن أيضاً تسبب آلام مزمنة بشكل عام وآلام بأسفل الظهر شنطة الظهر طلاب المدارس أو الجامعات أو الناس اللي بتشيل شنطة الظهر لما تكون الشنطة فقيلة برضو تعملنا ضغط على العضلات وعلى الفقرات وممكن تسببنا آلام لذلك النصيحة العامة إنه شنطة الطفل على سبيل المثال أو شنطة الظهر بشكل عام ما لازم يكون وزنها أكثر من 15% من وزن الشخص يعني مثلاً لو عندك طفل وزنه 20 كيلو فما لازم تكون وزن الشنطة مثلاً أكثر من 3-4 كيلو بالكثير خلينا نتكلم شوي عن التشخيص كيف تشخص هاي المشاكل وشو الفحصات اللي ممكن نعملها طبعاً أهم خطوة بالتشخيص اللي هو القصة المرضية والفحص يعني لازم لما نروح عند الطبيب فالطبيب يأخذ قصة مرضية مفصلة المريض يعطي الطبيب قصة مرضية مفصلة والطبيب يفحص المريض بشكل مفصل من الأشياء اللي احنا دائماً ندور عليها بالقصة المرضية الحاجة اللي يسموهم الريد فلاكس الإشارة الحمرة لما احنا ندور على الإشارات الحمرة اللي تقول للطبيب أو المريض أنه انت ممكن يكون عندك مشكلة تحتاج تدخل أكبر سواء أنه نطلب أشعة أو نعمل إلاجات متقدمة أكثر فلما نروح عند الطبيب أنا مهم أني أعرف من المريض وين بالضبط مكان الألم كم صار له الألم هل الألم بيروح لمكان آخر بيروح لأسفل الظهر بيروح للرجل بيروح لمثل ما بتشوفوا هنا بالرسمات هل في تنميل هل في ضعف بالحركة هاي كلها بيمسميها إشارات حمراء وبالإضافة أنه تلاقي مثلا معظم طباء علاج الآلام مثلا على سبيل المثال بيعطي المريض استبيان هذا الاستبيان بيتعرف الطبيب على حالة المريض النفسية هل عنده توتر اكتئاب إلى آخره لأنه كل هاي الأمور سيشوفها بعد قليل تأثر على الألم وعلى طريقة العلاج وطبعا لازم الطبيب يعمل فحص متكامل ويفحص الإحساس والحركة وقوة العضلات هنا نتكلم عن العلامات الحمراء التي تكلمتكم عنها قليل قليل هي الريد فلاغ يعني العمر إذا كان العمر كبير أو أقل من عشرين إذا كان المريض عنده آلام مثل ما حكيت آلام بأماكن غير اللي احنا متوقعينها مثل آلام بالصدر إذا المريض كان مثلا عنده قصة مرضية أنه كان عنده مرض سرطان أو يتعاطى أدوية مثل الكورتيزون أو عنده HIV أو في نقص وزن غير مضرر بالإضافة أنه نشوف العلامات اللي هي مثلا المريض يشتكي من ألم في الأقدام أو ألم بروح للركبة في جهة أكثر من جهة إذا كان فيه تنميل إذا كان فيه ضعف كل الأمور هذه نتكلمنا عنها بما أننا تكلمنا عن العلامات الحمراء نتكلم كمان عن العلامات الصفراء في حاجة اسمها عندنا اليلوفلاء العلامة الصفراء هي بتنبه الطبيب والمريض أنه هذا الألم عند هذا الشخص المريضة والمريضة ممكن يكون مزمن الناس اللي عندهم توتر شديد اكتئاب مشاكل بالعمل مشاكل بالأسرة مشاكل نفسية هيكونها علامات صفراء بالنسبة للطبيب أنه هدول الناس ممكن يحتاجوا شوي نوع من العلاج مختلف وممكن يكون علاجهم أطول وألامهم تستمر لفترة أطول يعني مثلاً لما تكلمنا على علامات الحمراء أعطيكم بعض الأمثلة من هذا الجدول لما أنا عندي مثلاً مريض عنده حرارة تعرق بالمساء ممكن أن أفكر أنه فيه التهاب لما عندي مريض مثلاً عنده نقص وزن غير مبرر ممكن أن نفكر بألام السرطان وهكذا بالنسبة للأشعة بشكل عام غير محبّد أنه نطلب أشعة لأي مريض إلا إذا كان فيه إشعارات حمراء أو إذا كان الألم مزمن ويستخدم مريض عدة علاجات وما استفاد المريض من هذه العلاجات فإذا مثلاً الطبيب شك أنه ممكن يكون فيه عنا سرطان أو التهاب أو كسر في العظم أو غضروف أو انزلاق هنا ممكن المريض يطلب أشعة ورح نتكلم عن الأشعة هذه مثلاً أشعة إكس ري عادية الإكس ري بشكل عام ما بتعطينا معلومات كثيرة عن ألام الظهر لكن بتفرجينا العظام فمثلاً لو عندي أنا كسر أنا ممكن أشوفه بالأشعة بس بشكل عام ما بنشوفه الظروف أو نشوف الأربطة بالأشعة فهي ما كثير مفيدة عنا هون أشعة مقطعية بتفرجي العظام بشكل أفضل إذا مثلاً هنا مثلاً فيه سرطان واصل للعظم هنا فيه الزيادات العظمية هاي اللي بتصير مع الالتهابات مثلاً هنا عنا نوع من الأشعة لنحقن مادة صبغية في المكان فيه الحبل الشوكي ونشوف إذا كان فيه تضيق بسبب الضغط تبع الغضروف أو ضغط العظام هنا عنا الأشعة المقطعية وهي مثلاً شايفين هي أفضل أشعة لأنك بتشوف الغضروف بتشوف هذا الغامق هون هو الحبل الشوكي وهذا السائل اللي حوالين الحبل الشوكي ونشوف إذا كان فيه غضروف ضغط مثلاً هذا الغضروف شوي طالع أو فيه مثلاً عظام أو مفاصل منتحبة هنا مسبب ضغط أحياناً الطبيب ممكن يطلب نوع من الفعوصات اللي هو بيسموه الإلكترو الالكترو دياغنوستيك مثلاً الإلكترو مايوغرافي نشوف الأعصاب ونقل الأعصاب وإذا كان ممكن يساعد الطبيب بالتعرف إذا كان المشكلة من أي مكان جاي نتكلم شوي عن العلاجات أيضاً هاي استبيان أنا عطيته للحضور وطلبت منهم أن يختاروا من العلاجات التالية اللي هم استخدموها للحضور اللي عندهم ألام أسفل الظهر المزمنة سألتهم أي من العلاجات التالية استخدمتوها فمثلاً كان عندي 12% كان عندهم عملوا عمليات لأسفل الظهر 8% إبر حقن كورتزون في الظهر سألتكلم عنه 4% إبر السينية علاج إبر السينية 12% علاج فيزيائي أكثر حاجة كان هو المساج في نوع من العلاج اسمه الكايرو براكتك ثرافي 4% علاج نفسي 4% أفيونات 8% ومسكن ألم غير أفيونات 16% وعن مرة الثانية في كثير من هذه العلاجات قد لا تكون موجودة في أماكن أخرى من العالم بس هذه استبيان للمرضى للحضور عفونا اللي كانوا عندي في محاضرة في كاليفورنيا بشكل عام أي ألم أقل من أربع أسابيع ست أسابيع الألم ممكن يستجيب لحاله ويروح لحاله إذا المريض اعتنى بأشياء معينة رح نتكلم عنها الآن وبنزيد إحنا بتطور العلاج حسب الاستجابة ومدة الألم من الأشياء السهلة واللي ممكن الكل يعملها اللي هي الكمدات الدافية الكمدات الدافية تريح ممكن للتشنجات العضلات لأنه إذا لم تديك ألم العضلة كمان تتشنج فممكن تريحها بالكمدات الدافية أو أحيانا بالجاكوزي والمي الدافية ممكن تريحها أسابيع الضعر سابقا كان الفكر المنتشر أنه إذا واحد أو واحدة صار عندهم ألم بأسفل الظهر أنه يروح يتسطح بالسرير إلى أن يعشاء الله طبعا هذه الفكرة يعني أثبتت العلم أنه ما هي صحيحة الآن إحنا بننصح المريض حتى لو عندك ألم بأسفل الظهر لازم تقوم من السرير لازم تتحرك لكن تجنب الحركات اللي بتزيد الألم لأنك لما يستلقي المريض وفترة طويلة بدون حركة هاي بتضعف العضلات ورح تزيد من المشكلة أكثر من الفائدة التمارين في دائما في تمارين معينة لو رحنا على خصاء علاج طبيعي ممكن ينصحكم بالتمارين معينة لتقوية عضلات أسفل الظهر وبالبعض ممكن ينصح باليوغا وطبعا العلاج الطبيعي اللي هو الهدف منه تقوية عضلات أسفل الظهر في تخصص اسمه الكايرو براكتك ثرابي موجود عنا في أمريكا هم ناس متخصصين شبيه بالعلاج الطبيعي بس ما هو تخصص علاج طبيعي تخصص مختلف بيدرسوا دراسة معينة وعندهم طرق معينة لتحريك المفاصل والعضلات هذا ممكن بعض الناس يستفيدوا عليه وممكن لا العلاج بالإبر الصينية اللي هو الأكو بونكتر هي إبر صغيرة لازم يكون شخص دارس ومتخصص بيحطها في أماكن معينة كمان يعني في أبحاث بتقولك مفيدة في أبحاث تقولك غير مفيدة لكن آخر بحث في 2017 كان في علامات أنه ممكن تكون مفيدة لكن مهم أن نلاقي الشخص المختص بهذا العلاج وتكون العلاج بالطريقة صحيحة ومثل ما حكيت فيه مرضى ممكن يستفيده وفيه مرضى ما سيستفيده البايو فيدباك هذا ما كثير يعني فيه إفيدنس تنصح فيه لكن أنا ذكرته هنا وما أتوقع أنه موجود في كل مكان فيه جهاز ذبذبات واسمه تنس ديفايس هو عبارة عن جهاز بسيط على البطاريات بيشتغل تنحط على مكان الألم بيعمل ذبذبات بيحرك العضلات وبيساعد على الناس اللي عندهم شد عضلي والأشياء مرة ثانية بعض المرضى بيستفيدوا وبعضهم ما بيستفيدوا فما ممكن أني أقول أنا خده هذا هو العلاج ممكن فيه ناس تستفيد وممكن فيه ناس ما تستفيد نأتي للأدوية طبعا دائما ينصح أنه إذا الواحد بلش أدوية يبدأ بالأدوية البسيطة مثل البانادول أو التالينول أو مثلا البروفين وإذا ما استجاب يروح على الطبيب فالطبيب ممكن يعطيه أدوية أفيونات وهي غير محبذة بشكل عام وفي بعض الدراسات بتفرجي أنه بعض الأدوية اللي هي أساساً كانت أدوية قديمة مثل القابابنتن واللاركة كانت هي تعالج باستخدام حالات الصرع والتشنج فممكن بتفيد بالآلام المزمنة في بعض الأدوية تبع علاج الاكتئاب كمان بتفيد بالآلام فأحياناً المريض بيروح بيلاقي الطبيب مثلاً كتب له علاجه وأساساً الاكتئاب يقول طيب يا دكتور أنا ما عندي اكتئاب صحيح ممكن قد يكون ما عندك اكتئاب بس في بعض الأدوية تبع الاكتئاب اللي العلم أثبت إنها بتفيد بالآلام المزمنة وطبعاً في الأدوية المرخية العضلات مثل الباكروفين والفلكسيري الطريقة الأحدث والأنسب اللي وجدناها إنه إنت يكون عندك علاج في كل ما سبق ويكون في عدة تخصصات داخل بالعلاج اللي هو بسموه الملتي ديسيبنري بايو سايكو سوشيال ريهابيليتيشن يعني بتجي لمركز علاج آلام مثلاً عندنا في ستافورد بتلاقي فيه بالمركز فيه طبيب علاج آلام فيه أخصائي علاج طبيعي فيه أخصائي علاج نفسي فيه أخصائي اجتماعي كلهم بيجسوا مع بعض بيشوفوا المريض كلهم ونشوف المشاكل اللي عندها مريض واحدة واحدة ونساعد المريض فيها فالمريض اللي عنده مشاكل نفسية نساعده بمشاكل نفسية المريض اللي عنده مشاكل اجتماعية تساعد بمشاكل اجتماعية لأنه كل الأمور هاي لما تعملها أنت مع بعض بتساعد بالعلاج أكثر من أنه والله أنا بس أخدت الدواء الفلاني أو أنا بس جربت علاج فيزيائي أنا بس جربت عملية لا أحياناً ممكن أنت تحتاجهم كلهم مع بعض كل واحدة بتضيف يعني شوية فائدة شوي من هنا شوي من هنا شوي من هنا المريض بيطلع بفاعدة أكبر هنا أنا من الأشياء المهمة اللي لازم نستفيد من محاضرة اليوم فيها أنه متى أنا كمريض متى لازم أروح لطبيب مختص طبعاً هاي ترجع للفكرة اللي أنا ذكرتها قبل شوي اللي هي العلامات الحمراء إذا أنا شفت أحد هاي العلامات الحمراء أنا لازم أروح لطبيب مختص حتى شوف يعني مشكلة لعلاج الألام هاي واحد إذا المريض كبير والأمر يعني نحيان ستين سبعين فما فوق إذا الألم ثنين إذا الألم ما بيروح ولا بيخف حتى لو استراح المريض حتى لو جلس حتى لو تمدد ما زال أنا موجود ثلاثة والأهم إذا كان في عندي أعراب مثل ضعف بالحركة أعراب خطيرة جداً اللي هو تبول لا إرادي أو تبرز لا إرادي هاي أعراب خطيرة جداً لازم مريض فوراً يروح للطبيب إذا كان أيضاً في اشتباع بفكتان للوزن غير مقصود كمان هاي من العلامات الحمراء إذا كان في المريض عنده بالسابق سرطان وسبق أنه تعالج منه مثلاً سرطان البروستات عند الرجال سرطان الثدي عند النساء هاي من الأشياء اللي لازم تخلي المريض ياخذ الموضوع بشكل جدي لما يكون فيه أهلام بالظهر المرضى اللي عندهم هشاشة بالعظام المرضى اللي ياخذوا كورتيزونات بشكل طويل المرضى اللي وقعوا يعني سقط المريض قبل بيوم يومين وقام فكر ما فيه مشكل ممكن يكون فيه مشكلة بس المريض ما تتبه ومثل ما حكيت إذا الألم نزل على الرجلين أو كان مو بس في أسفل الظهر وأخيراً إذا الألم استمر أكثر من أربع أسابيع ست أسابيع ما فيه فائدة هنا ممكن نروح على الطبي الآن رح رخص لكم بعض الأنواع العلاج اللي بيعملها الطبيب المختص بعلاج الآلام المزمنة لمحة سريعة طبعاً أنا ما بنصح بأي وحدة معينة لأنه كل مريض عنده مشكلة مختلفة لكن أحد الأشياء اللي نعملها هو خصوصاً إذا كان في تشنج بالعضلات بتروح عند الطبيب بيعمل لك إبر هاي الإبر ممكن يكون فيها دواء مخدر أو بس إبرة لحالها بالعضلات فاسد جونت إنجيكشن اللي هو الفقراء المفاصل اللي بالظهر اللي أحيانا ممكن تسبب الألم مثل ما ذكرت ممكن نعمل لها نحط لها دواء مسكن أو نكوي العصد اللي بيغذي المفاصل المفاصل إبر أسفل الظهر اللي هي الإبيديورال أحيانا نعطي كورتيزون فيها ممكن تفيد ببعض الحالات لكن إذا كان المشكلة تطورت ممكن معها تفيد بالشكل المطلوب أحيانا نحط جهاز اسموه الانتراثيكال بومب هو عبارة عن جهاز نحط قسطرة بالقريبة من التجويف اللي فيه الحبل الشوكي اللي هو الانتراثيكال ونزرع الجهاز بيعطي دواء بشكل بسيط جدا داخل هذا المكان حتى بيسكن الألم بذل ما المريض يأخذ أدوية حبوب وكذا فيه أنا السباينال كورت ستيميليتور اللي هو مثل اللي اللي بتكمان تنحط بالظهر بالفراغ تبع فوق الأمة الجافية وفيه ذبذبات بنحطها بشكل معين على الحبل الشوكي وتكون فيه بطارية تزرع تحت الجلب أحياناً فيه حاجة اسمها نيوكلوبلاستي عن طريق إبرة تحت الأشعة بالروح على الغضروف ونسحب الغضروف ونحط نحق المادة مكانه وفيه حاجة اسمها الفرتبروبلاستي وفيه الناس اللي عندهم كسر بالعظم ممكن كمان عن طريق الأشعة بنروح بإبرة كبيرة شوي ندخل لداخل العظم ونحط مادة اسمنتية أو مادة معينة مادة فيه نوع من العلاج أو البروستيجر اسمه المائلد بروستيجر هو المنماري انفيزي لومبارد اسكوكتومي المرضى اللي عندهم تضخم مثلا بال بالليجمنت اللي جميتم فلافهم الرباط ندخل كمان تحت الأشعة ونعمله مثل التنظيف ونشيل الجزء الزايد طبعا يعتمد انه شو المريض بالضبط عنده قبل ما احنا ممكن يعني نعمل هيك شيء بعدها عندنا الجراحة طبعا الجراحة يعني بشكل عام هي الفكرة انك انت اما مثلا تعمل حاجة اسم سباني اللامينكتومي الجراح بشيل العظم اللي بجهة المقابلة حتى يفتح مساحة للأعصار ما تكون مضغوطة او بشيل الغذروف نفسه كله وبيلحم الفقرات بحط مواد معينة مكان الغذروف فتلتحم الفقرة اللي فوق مع الفقرة اللي تحت وبعدين بحط مثلا البراغي بيربطها بصفيحة معينة بحيث انه يلحم هاي المنطقة من الفقرات اللي هي مثل ما شرحت اللي هي سباني الفيوجن فبيجي الجراح بينظف بيشيل الدسك بيشيل العظم اللي الزايد او العظم سبب مشاكل وبعدين بيلحم الفقرات كلها مع بعض مثل ما حكيت في مرضى بيحتاجوا هذا النوع من العمليات في مرضى ما بيحتاجوا فضروري استشارة الطبيب المختص وبعدها نقرر النوع المناسب للعلاج خلينا نتكلم عن الوقاية مثل ما بيقول المثل ديرها موقاية خيرا من قنطاري علاج فالوقاية بشكل عام خلينا نفكر فيها انه احنا بدنا نحافظ على صحة العمود الفقري نتجنب الأشياء اللي ذكرتها اللي ممكن تسبب آلام مثل حمل الأشياء الثقيلة الجلسات الغير صحية الوقفة الغير صحية راح اتكلم لكم عنها فمثلا على سبيل المثال لو شفنا هذه هذه طريقة حمل خاطئة لانه آن هي حاطة الوزن كله على أسفل الظهر بينما الطريقة الصحيحة انه الواحد يقرفس على رجله فتكون الحمل على العضلات الفخد والعضلات الرجلين وتطلع بالوزن ومثلا الحمل مهم نقطة ثانية نقطة ثانية أحب أذكرها موضوع حزام الظهر وهو يعني في بعض المجتمعات داري جهيلة عادة نجيب لك حزام والله الظهر عم يوجع وحط حزام بشكل عام الأبحاث ما تنصح بهذا الشيء لأنه أنت الفكرة منها أنك أنت عم بتثبت الفقرات والعظام أنهم ما يتحركوا فأنت عم بتضعف العضلات فما بينصح بشكل عام بالحزام الأشياء اللي بيتقوي عضلات الظهر هي الفكرة أنك بدك تقوي عضلات الظهر وعضلات البطن من الأشياء المفيدة اللي هي السباحة رياضة المشي الهرولة ولو نص ساعة باليوم أحيانا تمارين بعض تمارين اليوغا تمارين اللي هي بسمها التمارين السويدية الحركات اللي تقوي عضلات أصفل الظهر وأيضا نبتعد عن الحنية لما يمشي الواحد ما يكون حاني ظهره أو اللي يكون جالس ما يكون حاني ظهره لأنه يسبب ثقل على الفقرات أصفل الظهر لما نجلس أمام طاولة نجلس أمام كمبيوتر نكون مركزين أنه الارتفاع يكون مناسب بحيث أنه مرة ثاني ما منحني ظهرنا لما نجلس على كرسي مكتب لساعات طويلة نتأكد أنه الجلسة مريحة ممكن نحط مخدة خلف الظهر نتأكد أنه تقويص الظهر صحيح والجلسة مريحة حتى نختصر هاي الأفكار اللي شرحناها أنت عندك هذا العمود الفقري دائماً حطي في بالك لأنه يكون مستقيم لما نمشي لما نجلس جلسة السجود جلسة الأية جلسة أمام المكتب أثناء العبادة في الكنيسة في أي مكان يكون تقويص الظهر صحي ومستقيم بشكل عام بالنسبة للسيدات اللي لبسوا حذاء بكعب عالي كمان ممكن يعملنا مشكلة الكعب المريح مهم خصوصاً من المشي الطويل ممكن مشان ما يكون عنا علام أسفل الظهر النوم دائماً نحاول ننام على فراش مريح بعض وضعيات النوم اللي ممكن تريح اللي هي وضية نوم الجنين يكون الواحد ينام على جنبه شوية يطوي رجليه ويحط مثلاً مخدة بين الركب بحيث أنه يريح أسفل الظهر نتجنب حمل الأشياء الثقيلة ونحافظ على غذاء صحي ومهم جداً موضوع الكالسيوم حتى ما يصير عنا شاشة عظام والفيتامين دال التدخين ضد التدخين مضر نعرف أضراره العامة بس تحديداً على أسفل الظهر هو يؤثر على التروية الدموية فبالتالي ممكن يزيد بالنسبة لحجوث مشاكل غضاريف الناس المدخنين بإضافة أنت الناس المدخنين هدول ما تلتحم عندهم الفقرات بعد العملية أو بعد الكسر بشكل جيد لذلك دائماً ننصح إذا واحد جاء يعمل عملية فقرات لازم نوقف التدخين بشكل كامل هذه بعض التمارين التي يمكن أن نقوم بها في البيت هي فكرتها أن تقوي عضلات أسفل الظهر وعضلات التي تساعد على الحمل فعند التمرين الأول مثلاً تشاهده نأخذ الوضعية هذه وبعدها نرفع الرأس مراراً حتى نشد عضلات أسفل الظهر التمرين الثاني هو يسميه البيتر نجلس بالشكل هذا ونمد الرجل واليد بالشكل هذا حتى نقوي عضلات أسفل الظهر والتمرين الثالث هو السايد بريج الذي هو نضغط فوق وتحت بشكل أنه أيضاً نمرن هذه العضلات ممكن الذي لا يفهم بالضبط هذه التمارين يمكن أن يكتب على جوجل المجيل بيك فري باك إكسرسايز أو في هذا الرابط في بعض الشرح المفيد نختم المحاضرة ببعض الرسائل أو الملخص الذي أتمنى أنه نخلي في بالنا أولاً أعلام أسفل الظهر تشكل مشكلة كبيرة للمريض للأسرة للمجتمع مثل ما حكينا هو منتشر جداً وبسبب إعاقة ممكن تستمر لسنوات لكن الخبر الجيد أنه معظم آلام أسفل الظهر يعني تتعافى لحالها أو بعلاجات بسيطة خلال شهر إلى ثلاث أشهر مهم أنه نتذكر العلامات الحمراء وإذا لاحظنا أي شيء منها نذهب للطبيب المختص فوراً بشكل عام اللي عنده آلام أسفل الظهر شال حاجة يحرك حاجة إذا ما فيه علامات حمراء بيهتم بنفسه خلال أربع أسابيع إذا ما حصل فائدة ممكن يشوف طبيب إذا فيه آلام أسفل الظهر ما بننصح بأن الواحد يجلس في السرير وما يتحرك نهائياً غير منصح فيه لازم نتحرك بس نتجنب الحركات اللي تزيد آلام أسفل الظهر أهم خطوة في العلاج هو التشخيص الصحيح وأهم وأفضل طرق العلاج هي الطرق المبنية على التعدد التخصصات يعني مثل ما حكينا الطبيب علاج آلام يشتغل مع علاج طبيعي مع علاج نفسي مع أدوية لأنه كل واحدة ممكن تضيف شوي ومثل ما حكيت أنه ما فيه علاج واحد يعني تعرف شخص استخدم هذا العلاج فاده مو بالضروري في ذلك كل مريض في عنده سبب مختلف عن الثاني فمو بالضروري اللي استفاد من العلاج الطبيعي يستفيد الثاني مو ضروري اللي استفاد من الإبر السينية يستفيد الثاني منها مو الضروري الكل يستفيد من الجراحة نحافظ دائماً على ظهر صحي والتمارين اللي ذكرتها ونجهنا بالأشياء اللي ممكن السبب لنا آلام أسفل الطعام هذه بعض المراجع وشكراً لحضوركم شكراً 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 شكراً